برغثي بداية خليل أهلا بك أصداء الشارع حول تصريحات أردوغان الأخيرة التي أدل بها وكذلك أصداء المنطقة هناك أو البلدية حول القصف المتعمد من قبل الطيران التركي المسير للأسر النازحة وغيرها نعم غادة أرحم بك وبكافة أسادة المشاهدين تشهد بلدية توكرة استهجان واستنكار شعبي واسع للتصريحات الأخيرة التي أدل بها الرئيس التركي رجل طيب أردوغان والتي ظهر فيها خلال لقائه بأحدى قنوات التركية مستعرضاً الخريطة الليبية ومشيراً بالليزر الذي يحمله في يده على مدن ومناطق وحقول وموانئ نصدية ليبية بات ما لا يخفى على أحد أن الأطماع التركية التي كانت مضمرة وضمنية أصبحت الآن معلنة وواضحة وصريحة تجاه النفط والغاز الليبيين وأيضاً هناك نفوذ وتمدد سياسي تركي سافر في أشأن الليبي تحته تلك الاتفاقيات الموقع أخيراً مع الوفاق والتي أباحت لهم استجلاب الكم الهائل من المرتزق السوريين من كافة مخيمات اللجوء للسورية على حدود التركية من حمص ومن إدلب وما غيرها من المعاطق السورية وجلبهم إلى الأراضي الليبية لقتال القوات المسلحة العربية الليبية وما ارتكبته هذه الميليشيات السورية وأيضاً ميليشيات الوفاق من انتهاكات حقوق الإنسان في المدن التي استولت عليها وحرق للمنازل والمتاجر وأيضاً حرق حتى للمقابر وسلب ونهب لكافة الممتلكات المواطنين في مدينة ترهونة وفي السرمان وصبراتة والأصراب وغيرها من المدن الليبية كما استحجن المواطنون في مدينة توكرة القصف المقبل الطيران التركي المسير على الأصر النازحة من تلك المناطق والمدن التي استولت عليها هذه الميليشيات المعرقة والتي راح ضحيتها العديد من المواطنين والأصر الليبية والنساء والأطفال نتيجة هذا القصف المتعمد على الأصر النازحة والعائدة من تلك المناطق والمدن التي استولت عليها هذه الميليشيات ويطالبون بتدوين هذه الانتهاكات والجرائم وعرضها على منظمة هيومة ريس ووتش وأيضاً إرسال نسخ من هذه القضايا إلى مجلس الأمن الدولي للمناقشة هذه القضايا واتخاذ الإجراءات الحازمة حيالها أشكرك خليل البرغثي مراسلنا من بلدية توكرا شكراً جزيلاً لك